نظم المركز الطبي لجامعة نبراسكا الأمريكية ورشة عمل لمناقشة الهيكل التنظيمي الحالي للسلامة الحيوية والأمن البيولوجي في القطاع المدنية تستهدف ورشة العمل مناقشة عدد من الموضوعات من بينها تعزيز أنظمة المختبرات لمعالجة السلامة الحيوية ومناقشة تاريخ القوانين واللوائح المتعلقة بالأمراض المعدية في إطار حرص الدولة على التعاون مع الجامعات الأجنبية نظم المركز الطبي لجامعة نبراسكا الأمريكية ورشة العمل بمصر لمناقشة الهيكل التنظيمي الحالي للسلامة الحيوية والأمن البيولوجي في القطاع المدنية وذلك بحضور عدد من ممثل الوزارات منظم ورشة العمل هي المركز الطبي لجامعة نبراسكا في ولاية نبراسكا في ولاية المتحدة الأمريكية وده بالتنصيق مع مركز مكافحة الأمراض في أمريكا وهو المعروف الاسم CDC وكذلك منظمة صحة العالمية WHO في القاهرة بالإضافة طبعا إلى وزارات الصحة والسكان التعليم العالي والبحث العلمي والزراعة واستصلاح الأراضي وهيئة الدواء المصرية بالإضافة إلى بعض الاستشاريين في هذا المجال المحليين أهم الموضوعات طبعا كلنا عارفين الكوفيد نينتين والكورونا وتأثيرها سواء محليا أو عالميا والتأثيرها ده مش بس على التأثير الصحي لا أتعدى الموضوع ده إلى جهات أخرى أو قطاعات أخرى منها اقتصادية ومنها اجتماعية وخلافه على التجارة العالمية وخلافه على مداري ثلاثة أيام تستمر ورشة العمل لمناقشة عدد من الموضوعات كتعزيز أنظمة المختبرات لمعالجة السلامة الحيوية ومناقشة تاريخ القوانين واللوائح المتعلقة بالأمراض المعدية إلى جانب الحديث عن تطوير نظام المعلومات الوطني الموضوع أن هناك قوانين عالمية تتعلق بالأمان الحيوي تطورها صادف أنه قد نكون نحتاج أن نقتدي به تزامن ذلك مع اتجاه الدولة في مصر إلى صدور قوانين تكاد تكون فيها بدايات جيدة جداً لمثل هذه الأمور 152 لسنة 2021 و12 لسنة 2022 قوانين يمكن الاعتماد عليها لإنشاء الفكرة الرئيسية للمشروع وهو كيان قوم مصري للأمان الحيوي أنا متحمس جداً لهذه الورشة ونعمل على الشراكة مع الحكومة المصرية وجهات أخرى بهدف البحث المشترك في وزاء الحماية المختبرات والأشخاص من الأمراض المدفشية أعمل مع فريقي منذ عشرين عاماً في الولايات المتحدة الأمريكية على هذا البرنامج المعني بالرقابة على المختبرات لحمايتها من أي انتشار للأمراض المعدية نتيجة العمل بداخل تلك المختبرات وقمنا بتلبية الدعوة المصرية للمشاركة بمعلوماتنا والاستفادة أيضاً من الخبرات المصرية في هذا المجال تعاون المثمر بين المؤسسات المحلية والجماعات الأجنبية في عدد من المجالات الحيوية ومن بينها مجال الصحة بما يدعم تبادل الخبرات إلى جانب تعزيز القدرات من أجل التصدي للأزمات المختلفة اشتركوا في القناة